السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى اخوات عاملين ايه يا رب تكونوا في خير ان شاء الله النهاردة هعمل فيديو معاكم من اول اليوم كده يا رب اكون دفع خفيفة عليكم ان شاء الله اه انا اشوف اللوبيا ديت اللوبيا ديت اه انا مش هتبخة النهاردة بس انا كانت عندي قلت قبل ما اتبوز اما اسلقها طبعا احنا عارفين ان اللوبيا ديت بتتنقع يوم بطوله وبعدان تسلق اه وهاصل معاكم الطماطم كمان اهيت عشان هطبخ اه هطبخ انا كان عندي اه اه كنت انا طبخة قبل كده اللحمة بصراحة مش عارفة كان يومها في ايه فما اكلناش اللحمة يعني اه فاضع عندي اه فقلت ما سيبها في الفريزر شوية عشان اه لو انا احتجتها ابقى طلعها اطبخ عليها اه طبخ جديد يعني خدر جديد عشان ايه ولادي ما يحسوش ان هي كانت بايتة بقى ونفس الطبيخ ونفس الاكل لأ فانا قلت ايه اه اما اغير اه انا كان عندي كيس بامية في الفريزر انا كنت مفرزة ايام ما كانت موجودة البامية اه فانا قلت لو احتجته في اي وقت ابقى طلعه جاهزة عندي انا عصار تهوة الطماطم بس ما تنسيش تشترك في قناة واتفعالي الجرس وتعملي لايك شوفوا بقى انا طبعا ايه اه زي ما انتم عارفين هاي البامية هي زي ما انتم عارفين انا اول حاجة بقوم اعملها ايه المطبخ وبخسل الاطباق وكوباية كل حاجة اه علشان تبقى الحاجة كلها ايه قدامه مضيفة الكوباية اللي في الحط ديت انا كنت لسه شاربة كوباية شايف عشان كده اه يعني شربته انا وقفة كده فلسه اما غسلتهاش طبعا احنا عارفين ان البامية بتتعامل بايه بالتومة اه فا هقشر بقى شوية اه فصولتهم كده وادقهم علشان اخد الايه التخديلة بتاعت البامية البامية دي كانت ايام ما كانت موجودة كنت انا ايه مفرزة شوية شوفوا بقى ما نساش طبعا اه اللوبيا اللي هي بسلقها لاحسن ايه تتهرس مني فاشوفوا الرم ده باشيله شوفوا عندي عندي غسيل يعني مش هنشوره بقى ان لما ايه اطبخ اه اللوبيا هيت اه السلقت واغسلتها كمال وتحطها في العلبة ديه وحطها بقى في الفريزة ساعة ماجي مسلا عايز اطبخها بقوم بطلعها من الفريزر الصبح لو انت هتطبخي الظهر تطلعها ايه من الصبح كده اتفك شوية انا الوقت هحط بقى اه الحلة الحلوة ديه بتاعتي احط فيها اللحمة اللي انا كنت ايلالكو عليها اهيت خرجتها من الفريزر شوية فكت حبهيت هحطها بقى وحط عليه بقى اه شوية اه مية واسيبها تدي مع بعض كده تغلي لحد ما اه كل المية ديه تبقى شربة لان فيها اصلا شربة هي اه فطبعا وهزبط كمان الحلوة لان طبعا انا حطها اه مية اكيد هتبقى محتاجة اه مالش وحط كمان البامية هطبخ كمان كده قدامكم البامية اهوط الفرامطة اهوط التوم وشوية بقى زيت وهسيبهم لحد ايه ما يتحمصوا طبعا ما ينفعش ان انا مش واسيب التوم على النار لان يعني بتحمص بسرعة غير البصل البصل بياخد وقت شوية طبعا انا بقول لكم عندي غسلة هوا عايز يتنشر بس طبعا مش هعرف افتح اه البلكونة وانشر لان زو ما انتوا عارفين البلكونة جنب البتجاز فبتطير لقى اه اه النار عن البتجاز بتطفيها فمش هعرف اما خلص بقى طبيخ ان شاء الله بقى ادخل انشرها طبعا اه كل ست بيت بتبقى عارفة اتدبر امورها ازاي يعني مثلا اللحمة ايه كانت فيضة عندي ما سبتهاش بقى لما بازت لأ اه بقى محترق اعمل فيها ايه لأ عينتها وقلت ايه اطبخ عليها طبيخ جديد خضر جديد انا كنت يومها عامل عليها صنية بطاطس فانا قلت اما غير بقى عشان ولادي مايفكروش ان البطاطس ده بيت من يومها بقى وانا مسخناها لأ قلت لازم ايه اعمل لهم خضر جديد خالص اللي اتما هوت هيقرب يتحمس اهو خلي بالنا بقى من الحواف ديت خلاص اهوت وعصير الطماطم كمان اهو انا اضبط الحد انا ما بحطش اي بوهرات على البامية دية انا بحطش بفلفل بقى ولا كمان ولا اي بوهرات واسبها لما ايه تغلي شوفوا الشربة اللي هناك ديت هتقرب بتتغلي هي دي ايه دي اللي انا حطته ديت ديت حتة شطة انا كنت حطها في الفريزر اخدت حتة وبحطها في الصلصة بتعطي البامية بحيس ان هي بت يعني ايه بتخليها اه فيها سنة حرارة كده شوية وبطعامها انا هزبط بقى الملح عشان ما ينفعش ان احنا هنحط البامية والدمع مفاهاش ملح لا لازم تكون الحضء مظبوط وكمان تزود سنة ملح من عندك كده ليه بقى لان طبعا احنا هنسيب البامية تغلي لحد ما تستوي فبتاخد حض ايه الصلصة فعشان تبقى مظبوطة شو تفكت بسرعة ازاي عشان الطماطم ايه سخنة بسيبها تغلي بقى وتغلي بقى تطبخ بقى السلق بقى مع نفسها كده شو نص اللمونة ديت انا بصراحة ما كنتش بحط العصير اللمون ده بس في ناس قالوا لي لا ده هي بتطعامها جربي فانا النهاردة اول مرة ايه هاصل معاكو اللمون على البامية وهسيبها مع نفسها كده لحد ما تستوي وطبعا نعرف استوت ازاي باخد بقى قطعة كده من البامية وكلها لو لقاتها مستوية وكويسة بقى الطعمة خلاص اطفع لها النهار بقى واحنا عارفين ان احنا بعد اما بنخلص البامية ونجي نغرفها طبعا بنحط عليها ايه سلق سلق اخضر نعمل بقى مع بعض الرز نعمل نكمل الطبخة بقى الطبق بتاع غسل الرز ده جميل قوي ما يخليش الرز يقع منك في الحوض ولا ايه حاجة وازبط بقى الحوض والمية انا حاسة ان المية طلعت كتير شوية فانا ايه هزبطها بقى كده شوفوا بس اخلي بالك يا ما برمشي المية على الارض انا مسكة طبق وبحط المية فيه او الزبط اتخلاص ايه هغطي بقى وايه واسبه يستوي وطبعا احنا عارفين بعد اما الرز يستوي بنعمل ايه بنقدحه بالزان عشان يبقى طعم خلاص اه خلصت طبيقها هوت اخرج على الصلاة بقى شو انا اه كنت شارين النهاردة عاش فانا هوريك انا هعمل اه في العاش وام شاي كمان ما كانش بقى البرتمان كان فاضي فانا قلت اما فرغه الكسين دول جايب علبتين هوت اعمل بقى البرتمان الشاي عشان مش كل شوية افتح بقى آآ علبة شاي واحطها في البرتمان لا يبقى جاهز عني شون مفرش بتاع رمضان كل سنة وانت طيبين هعمل ايه بقى في العيش شوفوا بقى هو العيش طبعا احنا ما من ولادنا بناكل بياكلهم احنا بناكل طبعا بيفيد آآ آآ لقى معايش كلا من آآ من انضيف ده بتاع المطبخ مخصوص للمطبخ كده لو انا انت عايزة تسيبه كده بالنص ماشي بس انا هعمله اه ارباع بقى كده بصهم عشان اللي ياخد يقوم شدد اه آآ ربع كده فما يهضرش بقى في العيش كده هعمل بقى كل العيش كده اه ده لو انت عايزة تحطيه كده على الترابيزة وتبقي تاكلي منه على طول اعمل لو انت عايزة تعملي كده وتعنيه في التلاجة من التلاجة من تحت اوم الفريزر بيبقى جامل برضو زي التزة بالزبط لو انت حتى لو عايزة تحطيه في الفريزر بتطلعي قبلها بشوية بيفك وبيبقى جامل او تماشي على النار كده بتحس ان هو لسه اه شريم الفرن للوقتي انا خلصها هو خلصت الكمية كلها هي اه بس انا بقى خلصت هوت وهسيبه وطبعا في الكسبق عشان ما ما ينشافش مني بصوا بقى احنا الحمد اللي هي تغدينا واشتنا كمان الشاي هعمل اه هدخل بقى على المطبخ اخسل بقى اطلاقي وحاجاتي كده زي ما انتو شايفين اهو قدامكم انتو هتقولولي بقى انت مفيش حد بيساعدك يعني بنتك وكده هما الوقت اليوم اندول في اه مدارس زي ما انتو عارفين ودروس بقى او امتحنات فانا ما بخلهمش يعملوا اي حاجة الا في الاجازة زي ما احنا برضو كن ايامنا ما كنا في المدرسة برضو ما كناش بنعمل حاجة في الاجازة كنا بنساعد امهاتنا والحمد لله انا خلصت هوت ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وما تكونش دايقتكم في حاجة وتعملولي لايك بس ما تنسيش تشترك في قناتي وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعملي لايك واللحظة ديت كل ام كل ست بيت بتتمنها ان الحوض بتاعها يبقى نظيف وزي الفل كده وكل طبقها متعانى في مكانها شايفين دي احسن لحظة الحوض فاضي ونظيف يلا نقوم بقى نستريح وسلام